السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني كرام مرحبا بكم في قناتكم راشد رايزر قبل أن أعطيكم هذه المعلومة وللأسف فهي معلومة سيئة جدا لكن يمكنك تفاديها إخواني في الله وهي بعض الإخوان الذين سألون يعني عن اللايف الأسود فاللايف الأسود إخواني في الله لا يغني ولا يسمي من جوع أرسلت إلى اليوتيوب هل اللايف الأسود يقبل أجابوني عن اللايف الأسود لا يغني ولا يسمي من جوع أي لا يقبل لذلك إخواني في الله أنصحوا من يتخذ اللايف الأسود اللا يتعذب لكي يقوم بهذا العمل الحلول أأتي لكم بالحلول الحلول هي أن تقوم بأخذ فيديو في حركة في المنزل أو في الحديقة أو في مكان عام توجد فيها حركة وأنت تعلق الفيديو الصامت لا يغني ولا يسمي من جوع أيضا يجب أن يكون الصوت في الفيديو إخواني في الله السبب الرئيسي الثاني الذي جعلني أصب بالجنون هو أنه الفيديو أو الفيديوهات التي تتكون من صور أو كتابة فلا تقبل أيضا الخبر الذي أجعلني كثيرا إخواني في الله الفيديوهات التي ترونها كالفيديو الأخبار الأخبار عفوا عبارة عن كتابة أو عن صور لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقبل في جوجل الحل إخواني في الله أنه أنه عندما تريد أن تأخذ فيديو عنه عن موضوع ما أن تقوم بمونتج فيديو فيه حركة حتى ولو لم تكن له علاقة بموضوع الحلقة في اليوتيوب مثلا شراش فواش راح لكم هذه القضية هذه القضية أخواني في الله يجب عليك فعل مونتج صوتك أن تأخذ صوتك وتقوم بنسجه مع فيديو حي فيديو تأخذه من مثلا تأخذ فيديو من أي من أي موضوع أو من أي هاتف أخذته أن تأخذ مثلا أن تصور لنا غابة أو شيئا من هذا القبيل أو حديقة أو منزلك وأن تعلق عن موضوعك في داخل ذلك الفيديو لكي يقبل الفيديو الفيديو الذي نشرته على اليوتيوب إخواني في الله هذا ما توصلت إليه من اليوتيوب حذاري وأنا أتمنى لكم التوفيق والخير والبركة لكن قبل أن أنهي هذه الحلقة أعطيكم أسباب التي تجعل المشتركين تذهب من عندك عن النقصات المشتركين السبب إخواني في الله هو هناك العديد من من الحاسبات وهمية لا يعترف بها جوجل أي غير مفاعلة أي غير مفاعلة كجيميل غير مفاعل الجيميل المفاعل يفعل بالرقم الهاتف إخواني في الله فعلوا حساباتكم بأرقام هواتفكم لكي تكون مفاعلة وأزدكم وأذكركم بقضية أخرى هو الكلمة المحضورة يتكلم عنها الكثير والكثير والكثير فكلمة اليوتيوب أن تكتبها في التعليق فليست محضورة كلمة دم ليست محضورة الكلمات المحضورة هي التي تعاد أكثر من خمسة مرات في الفيديو أو في اللايف أنصحكم بأن لا تعيدوا الكلمات إخواني في الله فنحن نتعامل مع شركة عملاقة وفيها أوروبواد إلى هنا آتي إلى نهاية هذه الحلقة وإلى درس آخر وإلى تطبيق آخر كان معكم راشد ريزار يتمنى لكم الخير والبركة وإلى فرصة خادمة إن شاء الله لكن سوف أطرق لكم فيديو جميل وتحفيزي الفيديو أخواني في الله وهذا هو الفيديو التحفيزي قوموا بعمل مثل هذه الفيديوهات وركبوا عليها محتوىكم وإن لم يكن حتى المحتوى متناسق مع الفيديو فإنك سوف تربح من فيديوك صوروا مثل هذه الأماكن العامة والبحيرات إلى اللقاء كان معكم راشد ريزار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر